موعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 وطريقة الصرف الجديد وشرائح التقسيم أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك التفاصيل تستعد الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية لتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد قبل بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 لحوالي 10.500.000 مواطن يوم الأربع المقبل الموافق 1.9.2021 من البنوك ومكاتب البريد إذ يستطيع من يحمل بطاقة الصراف الآلي من أي مكينة صرف آلي يمكنه أن يصرف معاشه أو من خلال مكاتب البريد في حال التحويل معاشه على هيئة البريد وكذلك من منافذ شركة فوري والمحافظة الإلكترونية كما أكدت الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية إن تفعيل كارت ميزة بدلا من بطاقات صرف المعاشات يمكن لصاحب المعاش من إجراء عملية الشراء والسداد المستحقات الحكومية كافة عن طريق تلك البطاقات كما يمكن لصاحب المعاش من خلال الكارت الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية من جانبه قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعدوى المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي إنه فتحت قنوات جديدة للحصول على المعاشات كما يجري العمل على الحد من التجمعات وحالات التقدس والازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وأضاف عشماوي في بيان له إن البنك نظم بالتعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية حمل التوعية خلال صرف المعاشات توضح للعملاء كيفية الصرف من منافس فوري وموقعها على كل فروع الجمهورية وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات من خلال منافس الشركة استضم أكثر من 194 ألف منفز بيع معتمد في جميع انحاء مصر فضلا عن 120 فرع من فروع فوري بلص على مستوى الجمهورية ولفت العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي إلى أن نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك أصدرت تعليمات بضرورة التنصيق والمتابعة لتجسير عملية صرف المعاشات شهر سبتمبر 2021 من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على ذر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك